بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على الشرف المرسلين الآن نتواجد في المركز النسوي بمدينة بركان والمناسبة هو توقيع ديوان الشاعر المتألق عبد العزيز أبو شيار والمعنون بنحت فوق السحاب حقيقة كان لقاء جميلا وأخويا وأدبيا وتقافيا حضر فيه مجموعة من الشعراء والأدباء والقصاصين والفنانين التشكيليين وكذلك رجال السياسة مسير الجلسة كل من سيد بن عبد الله الأستاذ سيد بن عبد الله وكذلك سيد ميلود أستاذ ميلود لقاح الناقض المعروف وكذلك الباحث والناقض سيم محمد رحو وكانت الجلسة قيمة جدا من أجل التعريف بأحد الدواوين التي كتبها ونظمها الشاعر الإزناسلي عبد العزيز أبو شيار وهذا الديوان نحت فوق السحاب ليس هو الديوان الأول وإنما هنا أربعة دواوين أخرى يعني ثمار واجتهاد ومحصول لمدة تقريبا أكثر من 15 سنة أو ما يزيد وبالطبع كان الحضور متميزا وكان الصحافة والإخوة الحاضرين معنا رجالا وإناثا يعني حاولوا أن يؤسسوا لتقافى بركانية محظة يعني أعتقد أعتقد وبلغ أكاد أجزم بأننا الكرة القدم التي كانت قد سيطرت شيئا ما على الفضاء البركاني يعني اليوم أقول وأجزم بأن التقافة كانت في المستوى العالي وكان المتقفون في هذا العرس العظيم هذا العرس التقافي الكبير وبينا بأن مدينة بركان معطاءة وأن التقافة هي جزء لا يتجزأ من الإنسان البركاني وكما يقال لبركنا عربية بل لكنا متقفين بل لبركنا يعني يحملون السيف في يد والقلم في اليد الأخرى والكرة كذلك في أرجلهم وأعتقد بأن الإنسان البركاني هو إنسان إزناسني أصيل معطاء وأعتقد أن الكلمة هنا لن تقف أبدا ولن تتوقف أبدا ما دام هناك رجال يحملون مش على التقافة وشكرا سيد قنوري الله يحمدك شكرا هو ديوان الرابع لعزيز أبي الشيار بعد أعمال سابقة بدأها بطبع ديوان أوطار النزيف ثم معارج الروح فيض الأباريق والآن ديوان الرابع الذي نحتفي به في هذه الأمسية الأدبية وهو ديوان يحفل بمواضيع عديدة لكن ما أثارني فيه شخصيا هو نزوع الشاعر نحو الذات ونحو الوجدان حتى أني لقبته بالشاعر الرومانسي الذي تأخر به الزمن ولعل اهتمام الشاعر بالذات وبالوجدان هو نتيجة لملاحق هذه الذات من هزات وارتدادات جراء ما نعيشه اليوم في مجتمع تشوبهم جموعة من الأخلاق الفاسدة فجاء أبو الشيار ليعيد لهذه الذات مكانتها عن طريق إشاعة الجمال والشعر وسيلة من أجل إشاعة الجمال في هذا المجتمع وفي هذا العالم الذي ذنسته الآلة وذنسته الأفكار المتطرفة فالشعر هو قوام بناء هذا المجتمع الأخلاقي الذي يمكن أن يعطي الأمل للجيل اللاحق شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أشكر الإعلامي الكريم سي عبداللطيف قد نوري على هذا الحضور الإعلامي المميز لإحياء أو الذي خلد إحياء هذا العرس الثقافي عرس توقيع ديوان نحفق السحاب ودائماً سي عبداللطيف نجده متواجداً في المدارس وفي معارض الكتاب وفي توقيعات الكتب الأدبية فهذا شرف لأبركان بتواجده الدائم وتشجيعه المستمر ونشره الإعلامي المميز شكراً جزيلاً له شكراً جزيلاً لنوري أنا جيد سعيد بالحضور ديلي في هذه الأمسية الشعرية اللي كان العرس ديالها هو السي عبدالعزيز بوشيار والحمد لله فاتف أجواء رائعة وأجواء متبشير بالخير إن شاء الله نتمنى بحال هذه الأمسية تضراقية بحالها كتكون منها بزاف ونحن حصلنا الشرف شكراً جزيلاً لنحن حياة أخرى إذن نشكر الشعر أبي الشيطان مرة أخرى هذا العمل الصريع وهو يمنحنا هذه الفرصة لنحل حياة أخرى ونحل زمناً شعرياً بحاجة زجدنا ولقراءة مانح والدكتور محمد رحو نبدأ لأسباب مع الدكتور محمد رحو وكأنني بالشاعر عبد العزيز كان تحت ترور بهالتكامل بين عالم الموسيقى والشعر عندما قال في الصفحة بين أنديكم 79 من بحر البسيط ونلاحظ استفاف كلمات أغنية لحن وتر قابل حياة تنازع فيها اللحن والوطر أنا هنا على هذا اختيار اختيار الجمع بين النمطين فشاعرنا العزيز الذي نجتمعه اليوم على شرف إبداعه الجديد الرابع في تجربة الشعر تجربة عشناها معه عبر دواوية السابقة الثلاثة أوتار نازيه سنة 2010 على كل حال وحضور النوعين كيفما كانت بي ونشكر في البداية جمعية تنمية طفولة الشباب بأبريكا الماتير التي عملت البالي واليوم وكذبها سابقاً على الاهتمام بالمجال الثقافي والتنشية الفكريين المتابعة لكل ملكي من يخدمونه نشكر طيماً الشاعر أبو عزيز أبو شيال نشكر شاعراً عزيز أبو شيال على أنه كان سبباً في هذه القرآن ؟ سابقاً انتهاء اشتركوا في القناة